أرى الدنيا أرى الدنيا أنت الجماعة ولو كنت وحدك أنت الجماعة ولو كنت وحدك أرى الدنيا لمن هي فيك أيها الشباب إن عليكم مسؤولية كبيرة ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقة أشرف الأعمال قاطبة أنت الجماعة أنت موت خادما لهذا الدين ولو كنت وحدك لا سيما في زمان الغربة الثانية وصار كل شيء حولنا غريبا وعجيبا ومزرية لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول أرى الدنيا واستمسكنا بما كان عليه ولو كنت وحدك فأحلف بالله إننا لمنصورون لتعلموا بعدها أن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده ولو كنت وحدك فإنني أتمنى أن أموت واقفا نصير كما خلط وأن أناضل عن ديني وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة يديه عذابا ثم أبصوا الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة ما دام معنا إيمان راسخ أنت الجماع ولو كنت وحدك نحن ضعاف نعم وليس في أيدينا ما في أيدي أعذائنا أو خصومنا لكن ما دمت على الحق وتقف في هذا الغرز فأنت الجماعة وإن كنت وحدك سأسأل عن أمور فأنت الجماعة وإن كنت وحدك هناك وما جواب فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عم أدعو الإله بطول العمر يا علما لتبقى حرسا على الحدود سهرانا وأن تكون للحاقدين درءا وأن تكون من الفردوس سكانا تتسار وتكرم كلنا